واحد من رجالات الجزائر الأفذاذ ووجهها الناصع في الصحة الدولية السياسي المحنك والاستثنائي محمد الصديق بن يحيا الملقب بشهيد الدبلوماسية الجزائرية ارتبط اسمه باتفاقيات إيفيان التي كان من أبرز مهندسيها ومساهما في سياغة بنودها وأظهر فيها قدرة لافتة في التأثير على مصارها بالحجة والإقناع بما يضمن حقوق الجزائريين ثنائية الكفاءة والدهاء التي أربكت الجانب الفرنسي تلقفتها سريعا الصحافة الفرنسية ولقبته صحيفة باريماتش بثعلب الصحراء وقاد وساطة تحرير الرهائن الأمريكيين الاثنين والخمسين الذين كانوا محتجزين في الصفارة الأمريكية بطهران لمدة أربعمائة وأربعين يوما سنة واحد وثمانين تسعمائة وألف وكان ذلك من أبرز مهامه الدبلوماسية التي نجحت فيها الجزائر باقتدار نجى محمد الصديق بن يحيى من محاولة اغتيال في حادث طائرة في الثلاثين ماي واحد وثمانين تسعمائة وألف بباماكو بمالي وتوفيها في الثالث ماي العام اثنين وثمانين تسعمائة وألف في حادث تفجير طائرة على بعد خمسين كيلومتر من الحدود الفاصلة بين العراق وتركيا حيث كان في مهمة دبلوماسية لحل الخلاف بين العراق وإيران محمد الصديق بن يحيى الرجل الذي تستذكره الجزائر دوما بافتخار وتقدير كبيرين كان منافحا عن القضايا العادلة ومتمسكا بمبادئه التي لم تتجزأ يوما بمرافعته في السر والعلن عن عدم استغلال الإنسان لأخيه الإنسان